أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المختصة المعنية بمشكلة منطقة بلكانة شمال غربي كركوك شاخوان عبدالله أكد التوصل إلى حلول ترضي الفلاحين العرب والكرد وبعد جلسات مع الفلاحين الكرد والعرب ولأكثر من أربعة ساعات أكد رئيس اللجنة المختصة شاخوان عبدالله أكد أن رئيس الوزراء وجه بحل الخلافات ومنع الصدامات فيما طالبه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتفادي المشاكل وإنصاف الجميع من القوميتين وتقضي الحلول بالسماح للفلاحين بحصاد أراضيهم لحين تشريع قانون من قبل البرلمان يحسم ملف الأراضي في منطقة سركران فضلا عن العمل لتخصيص مبلغ تعويضية مجزية عن حجم الخسائر التي لحقت بسكان القرى وتوجه عبدالله في مؤتمر إلى الفلاحين الكرد والعربي خطاب طلبهم فيه بتوقف عن إثارة أي مشاكل بين بعضهم البعض وقال مشكلتكم جميعا مع الدولة لا تنزرقوا إلى الفتنة ترجمة نانسي قنقر